دعما وإسنادا للمزارعين لتعزيز صمودهم في أراضيهم لسيما المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات والمستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه انطلقت الحملة الوطنية التطوعية لقطف الزيتون فزعة في قرية جلبون شرق جنين الجاثمي على أراضيها جدار الفصل العنصري والمستوطنات التي تلتف حول عنقها نحن هنا في منطقة جلبون باشتراك مع إخواننا في الإغاية الزراعية ضمن حملتهم نحن معكم وبالتعاون مع بلدية مرج بن عامر ومجلس قروي جلبون نحن فزعتنا اليوم في قرية جلبون من أجل مساعدة المزارعين في قطف ثمارهم نحن بهمنا بالنهاية أن المزارعنا يقطف ثمار الزيتون وإن شاء الله نتمنى موسم آمن وموسم وفير وموسم ينتهي بالسلام إلى جميع المزارعين هذا أول يوم يتوجه فيه المزارعين إلى أراضيهم لكطف ثمار الزيتون وهذا يعتبر موسم مبارك كون هذا العام استطعنا أن نصل إلى هذه الأرض بجهود الجميع من أجل جمع ثمار الزيتون التي تعتبر الآن هي مصدر دخل ورزق لأهالي هذه القرية عشرات المتطوعين من المؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المحلي من قريتي جلبون والامطلة شاركوا المزارعين في جني ثمار الزيتون في هذه الفزعة التي جاءت ضمن إحنا معكم التي تنظمها وزارة الزراعة والإغاثة الزراعية ومجموعات شبابية فاعلة في مشهد يجسد صورة وطنية من تلاحم أبناء شعبنا إحنا اليوم جينا ضمن حملة إحنا معكم بالشراكة مع وزارة الزراعة في حملة فزعة للتضامن مع المزارعين وإظهار معنات المزارعين وللتشجيع على العمل الطوعي من أجل تعزيز صمود المزارعين في المناطق المهمشي والمعرضة للخطورة بالاستيطان والجدار اليوم مثل ما أنتم شفتوا بالرغم من أنه إحنا اليوم عنا تعليمات أنه نخرط أراضينا خارج الجدار بتنسيق مع الاتباط الفلسطيني ولكن مع ذلك الاحتلال مارس أقصى درجات الوقاحة بإطلاق الرصاص على بعض المزارعين وقنابل الغاز بمجموعة قريبة منه جدا هذه الفعالية جاءت في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال ومستوطنوه من هجماتهم واعتداءاتهم بحق المزارعين في أراضيهم أثناء قطف زيتونهم حيث ينكلون بهم ويطلقون الرصاص نحوهم لمنعهم من الوصول إليها خاصة الأراضي المهددة بالاستيلاء والمصادرة والمحادية للمستوطنات التي تلتهم أراضي المواطنين في مثل هذه الأيام من كل عام يشد أبناء شعبنا الرحالة نحو قطف ثمار زيتونهم الذي زرعوه منذ نعومة أظافر أجدادهم ليؤكدوا للعالم أجمع بأنهم باقون كشجرة الزيتون لا يزحزهم أحد رغم كل محاولات الاحتلال الرامية لاقتلاعهم وتهجيرهم من أراضيهم من قرية جلبون الواقع شرق محافظة جينين أمني بلالو تلفزيون فلسطين